موسيقى الظاهرة من الميادين سلام الله عليكم وإلى عنوينها موسيقى استشهدوا ثلاثة فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال في القدس الشرقية بعد تنفيذهم عملية طعن ضد عدد من الإسرائيليين موسيقى 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 يواصلون التقدم على محوري معرس تدخان ورتيان في رف حلب الشمالي وباتجاه بلدات عتمان شمال درعة موسيقى اللافروف يؤكد استمرار العملية العسكرية في سوريا حتى القضاء على داعش والنصرة ويربط وقف النار بوقف تهريب الأسلحة من تركيا موسيقى رئيس أقليمي كردستان العراق يدعو إلى إجراء استفتاء غير ملزم على استقلال الأقليم موسيقى موسيقى مجلس النواب الأمريكي يقر بغالبية ضئيلة مشروع قانون يقيد قدرة أوباما على رفع العقوبات عن تهران بموجب الاتفاق النووي موسيقى موسيقى سشد ثلاثة شبان فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال قرب باب العمود في القدس الشرقية وفق ما أفادت مراسلة الميادين التي أضافت أن استشهاد الفلسطينيين الثلاثة أتى بعد تنفيذ عملية طعن أصيب فيها عدد من الإسرائيليين وسائل علامة الإسرائيلية قالت من بين الجرح الإسرائيليين في عملية القدس عنصرين من حرس الحدود حالتهما حارجة جدا موسيقى معيلا مباشرة من القدس المحتلة مراسلة الميادين هنا محميد ظروف استشهاد الشبان الثلاثة هنا نعم كمال الشبان الثلاثة وهم جميعهم من منطقة جنين سمال الضفر الغربية وصلوا إلى منطقة باب العمود في القدس المحتلة وكما يبدو كانوا يعني مجهزين بمثبسات أو بسلاح إضافة إلى التكاكين وأيضا هناك استباه بأن يكونوا أيضا يعني كان بحوزاتهم أيضا عبوة ناسفة تقدموا باتجاه مجموعة مجندين في حرس الفدود الإسرائيلية وأيضا باتجاه أفراد شرطة إسرائيليين في منطقة باب العمود أحد هؤلاء الشبان قام بإدراز هويته لإحدى المجندات أو المجندين في تلك المنطقة فيما قام يعني رفيقه الآخر بإطلاق النار مباشرة كما يبدو على الوحدة من قوات الإحلال الإسرائيل التي توازدت في تلك المنطقة ما أدى إلى إصابة مجندتين بجروح حرجة في منطقة الرأس والرقبة وأيضا إصابة صخت إسرائيلي آخر كما يبدو أيضا هو من أفراد السلطة الإسرائيلية قوات الإحلال الإسرائيلية قامت بإطلاق الرصاص مباشرة على بتجاه هؤلاء الشبان الثلاثة ما أدى إلى إستهادهم في الميدان في منطقة باب العمود نفسها طبعا قوات الإحلال الإسرائيل فرضت طوقا أمنيا مسددا في منطقة باب العمود وداخل البلدة القديمة إضافة إلى باقي المناطق في القدس المحتلة تقوم سيارات الشرطة الإسرائيلية بتفتيش السيارات الفلسطينية وهناك أيضا أزمات خانقة في السوارع في الأحياء الفلسطينية في القدس المحتلة نتيجة هذا التشديد الأمني لأن هذه العملية هي تعتبر عملية نوعية من قبل هؤلاء السبان لسيما أنهم من منطقة الضفة الغربية استطاعوا أولا الوصول إلى داخل قطع الحواجز وعبور الحواجز الإسرائيلية العسكرية المقامة بشدة في مختلف مناطق الضفة الغربية هم استطاعوا اجتياز هذه الحواجز ووصول إلى داخل مدينة القدس المحتلة وإضا استطاعوا الوصول إليها مجهزين بأسلحة وليس بسكاكين بحسب الأنباء الأولية أو الموطيات الأولية حول هذه العملية أشكرك جزيلا بالشكر هنا محميد مراسلة الميادين من القدس المحتلة على كل هذه المعلومات أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس استشهاد اثنين من عناصرها نتيجة انهيار نفق نمس القسام قالت إن الشهدين هما فؤاد عاشور أبو عطيوي وأحمد حيدر الزهار وكلاهما من مخيم صغيرات فدى مراسل الميادين بأن بحرية الاحتلال اعتقلت أربعة صيادين في بحر شمال غزة وصادرت قاربين إلى ذلك تحدث مراسلنا عن توغل جرافات إسرائيلية عدة بشكل محدود صباح اليوم شرق الفخار في خانيونس وأكدت مصادروا أن الجرافات توغلت بمساندة ثلاث آليات عسكرية متمركزة فوق مرتفعات رملية داخل الشريط الحدودي بالتسامن مع تحليق طائرات استطلاع هدمت القوات الإسرائيلية أكثر من عشرين مبنى جنوب الخليل بعدما أعلنت الهيئة المشرفة على الأنشطة الإسرائيلية المدينة في الأراضي أن المباني المدنية في الأراضي أن المباني غير قانونية ومن جراء هذا الهدم باتت اثنتا عشرة عائلة فلسطينية أي نحو ثمانين خربة جنبه بالقدس بالقرب من مدينة يطا جنوب الضفة الغربية الكشف عن عمليات تزوير وضغط وابتزاز يلجأ إليها المستوطنون للاستلاء على أراضي فلسطينية في الضفة الغربية لإقامة مستوطنات عليها ترافق مع معطيات مقلقة تشير إلى زيادة في عدد المستوطنين تقرير منال إسماعيل على وقع استمرار الانتفاضة الفلسطينية والجمود في المفاوضات بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية تكشفت مزيد من المعطيات حول سرطان الاستيطان الذي ينهش الجسد الفلسطيني عدد المستوطنين في مستوطنات الضفة الغربية وحدها ارتفع إلى أكثر من النصف خلال السنوات السبع من حكم رئيس الحكومة الإسرائيلية بن يمين نتنياهو تفيد آخر معطيات دائرة الإحصاء المركزي الإسرائيلية ما يعني أن وطيرة زيادة المستوطنين في مستوطنات الضفة الغربية كانت أكبر بأربع مرات من وطيرة الزيادة السكانية بين اليهود في إسرائيل سياسة الحكومة الإسرائيلية وأسليب التزوير والابتزاز للاستيلاء على أراضي الفلسطينيين والغطاء الأمني والقضاء كان لها الدور الحاسم في تعزيز وطيرة الاستيطان كل مرة يحاول الجيش هنا ملكيتها وهنا تسأل نفسك كيف أن العرب باعوا تحديدا أرضهم ولمن للمستوطنين المحكمة تقول ليس لدي وسائل للتطقيق بالوثائق والشرطة لا تفعل شيئا خبر ألفة إلى أنه يكفي للجهات المزورة أن تثبت عدم علمها بحصول عمليات التزوير كي تبقى الأراضي الفلسطينية المصادرة ملكا للمستوطنين مراقبنا حذر من أن المستوطنات أنتجت واقعا جديدا يستحيل معه تطبيق الحل القائم على مبدأ الدولتين ما يطرح علامات استفهام حول حقيقة التزام نتنياهو بحل الدولتين وحول الفرص المستقبلية لتسوية سياسية تضمن قيام دولة فلسطينية أضرب عدد من الصحفيين الفلسطينيين عن الطعام أمام مقر الصليب الأحمر في راملة تضامنا مع الأسير الصحفي محمد القيق الذي يخوض إضرابا مفتوحا عن الطعام منذ 71 يوما نادي الأسير الفلسطيني أكد في بيان له أن المحكمة الإسرائيلية العليا ستبحث الخميس وضع القيق وإمكانية تعليق اعتقاله إداريا تخوفا من احتمال استشهاده نعرف تماما أن حياته في خطر شديد وأنه في وضع حرج للغاية لذلك نحن نسابق الزمن من أجل إنقاذ حياته نسابق الزمن من أجل انتصار إرادته نسابق الزمن من أجل انتصار حريته ولذلك في غزة والضفة والقدس وفي كل مدن فلسطين يواصل الجيش السوري وحلفائه التقدم في ريف حلب الشمالي وباتت قواته على بعد أقل من كيلومترين من بلدتين نبل والزهراء المحاصرتين الجيش السوري مدعوما بغطاء جوي تقدم شمال حلب على محوري معرس تدخان ورتيان واستعد السيطرة على بلدة حرد اثنين مراسل الميادين نافاد باعتراف الجماعات المسلحة بمقتل عشرات من عناصرها في معارك ريف حلب الشمالي هذا وحصلت الميادين على صور المعارك التي تدور في منطقة تلجبي ترجمة نانسي قنقر 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 كما حصلت الميادين على مشاهد عن مساندة لجان الشعبية في نبلة والزهراء للجيش السوري في تقدمه وتظهر المشاهد غارات تستهدف مواقع المسلحين في بلدة معرستة الخان المتاخمة إضافة إلى تحركات عسكرية والسهدف المسلحين بالأسلحة المتوسطة ترجمة نانسي قنقر 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 وفي شمال درع أحرز الجيش السوري تقدما باتجاه بلدة عتمان وسيطرها لعدد من الأبنية بينها الجامع الأسود في الجهة الجنوبية للبلدة تقدم جاء بعض اشتباكات مع المجموعات المسلحة أدت إلى تدمير آليتين للمسلحين وأوقعت أفراد طاقميهما بين قتيل وجريح بالإضافة إلى تدمير عدد من مراكزهم في البلدة إلى ذلك يستكمل الهلال الأحمر السوري بالتعاون مع محافظة ريف دمشق قدخل خمسة ألاف سلة غذائية وصحية إلى مدينة المعظمية في ريف دمشق الغربي وينضم إلينا الآن مباشرة من المعظمية مراسل الميادين محمد الخضر محمد تحدثنا أيضا عن دخول الهلال الأحمر والمساعدات الوضع الإنساني أيضا في المعظمية وأيضا ميدانيا المعارك التي كانت تجري على أطراف المعظمية بهدف فصلها عن منطقة دارية المجاورة نعم في الواقع كمال نحن على مدخل هذه المدينة مدينة المعظمية في عمق الصورة يظهر تماما الحشود البشرية المئات ربما من سكان هذه المدينة ينتظرون تسلم سللا غذائية تقدمها الحكومة السورية محافظة ريف دمشق مع الهلال الأحمر وبطبعا مواكبة لصليب الأحمر الدولي الكمية في الواقع التي سوف تصل إلى هذه المنطقة تصل إلى حوالي خمسة ألاف سلة غذائية وصحية أيضا في المعلومات أن هذه السلة تكفي العائلة المؤلفة من خمسة إلى ستة أشخاص حوالي خمسة وعشرين يوما العملية بدأت في الواقع إدخال هذه المساعدات منذ مساء تستمر اليوم وربما لوقت قادم معلومات من الهلال الأحمر ومن الصليب الأحمر تتحدث عن أنه لا مشكلة بالكمية يعني الكمية متوفرة لكن هناك ترتيبات تتعلق بإدخال هذه المواد إلى داخل تلك المنطقة خصوصا كما أشرت في سؤالك إلى وجود وضع ميداني هو يتصل في المنطقة التي تفصل منطقة دارية عن منطقة المعظمية هناك اشتباكات عنيفة كانت وحدات الجيش السوري تمكنت خلال الأيام الماضية من فصل معظمية الشام عن دارية كان الاتصال بين المدينتين يسبب أدخال أو نقل كميات من الأغذية التي تصل لهذه المدينة من المعظمية إلى الوجود المسلح وحتى إلى مساندات متبادلة هكذا تتهم وحدات الجيش الآن حصل هذا الفصل بين المدينتين لأول مرة يحكم الحصار الكامل على مدينة دارية المجاورة تماما لمعظمية الشام في الواقع الجيش يحكم الطوق حول هذه المدينة يريد من المسلحين الذين كانوا وانخلطوا في تسوية في مدينة المعظمية التسليم سلاحهم بشكل كامل وبالتالي إنجاز تسوية كاملة وأنهاء هذا الملف بشكل كبير مواد الغذائية هي في الواقع تستكمل الوصول إلى المدنيين مع الإشارة إلى أن الوضع هنا في الواقع هو يختلف عن مناطق أخرى يعني لم تبدأ هذه العملية عملية يعني التضييق على الوجود المسلح داخل هذه المدينة إلا منذ حوالي شهر من الزمن فقط يعني حتى منذ قبل رأس السلام كان هناك مصالحة محمد سابقا خلال عامين على الأقل بالضبط نعم هي مصالحة لكنها كانت هذه المصالحة يعني تصف بالحرجة كانت لم يسلم كل المسلحين الموجودين في مدينة معظمية الشام السلاح لأددولة لأدالحكومة السورية لأدالجيش السوري لذلك كانت هناك الشكاوي وهناك إشارات إلى تنقل المسلحين من مدينة المعظمية إلى دارية وبالعكس ونقل مواد غذائية من مدينة المعظمية إلى دارية إلى الوجود المسلح طبعا نحن لا نتحدث هنا عن مدنيين المدنيين الآن تصلهم هذه المواد الغذائية كانت هناك أيضا وصول للغذاء والسيلة الصحية حتى شهر تشرين الثاني وكنون الأول أي أننا لا نتحدث هنا عن حالة إنسانية خاصة والدليل على ذلك كما تحدث قبل قليل كنا في لقاءات مع لجان مصالحة هنا تتحدث عن أن الوجود هنا أو الوصول الغذائي لهذه المناطق هو كافي ربما وكافي جدا والإشارة الآن هذه الموجودة هنا إنما للحصول على هذه الكمية التي أعلنت عنها الحكومة السورية تأكيدا على الالتزام لا ننسى هنا بوجود حوالي 40 ألف مدني داخل مدينة المعظمية وهو وجود كبير جدا في الواقع ويستلزم دوما التواصل معه بالمعنى الغذائي والصحي وتمين الخدمات ونقل الموظفين من داخل هذه المدينة إلى الخارج وعودتهم وكل هذه التفاصيل التي جاءت في بنود المصالح التي تم أبرامها قبل أكثر من عامين في هذه المدينة أشكرك جزيلا شكر محمد الخضر مراسل الميادين كنت معنا مباشرة من معظمية الشام قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أن الغارات الروسية في سوريا لن تتوقف قبل هزيمة داعش والنصرة لافروف الذي يزور اليوم سلطنة عمان آخر محطة في جولة الخليجية أكد ضرورة وقف تهريب الأسلحة عبر الحدود التركية كشرط أساسي لوقف إطلاق النار في سوريا كما شار إلى أن على المعارضين السوريين المشاركين في محادثات جينيف التخلي عن إملاءات مموليهم الخارجيين رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني على الدين بروجردي قال أن العمليات العسكرية الروسية في سوريا وتعزيز دور المستشارين الإيرانيين فيها ساهم في إلحاق هزائم متتالية بالجماعات التكفرية بروجردي أضع رفن الواقع الميداني الجديد في سوريا سيترك بالتأكيد آثاره على مباحثات جينيف لكن أشار إلى أن هذه المحادثات لن تصل إلى النتائج المطلوبة نتيجة المواقف السعودية بحسب قوله حذر المبعوث الأممي إلى سوريا ستيفان ديمستورا من انهيار كامل لمحادثات جينيفا السورية السورية قال في تصريح صحفي أن روسيا والولايات المتحدة لديهما مصلحة في إنهاء الصراع في سوريا وضاف أنه سيلتقي وفودا مختلفة اليوم لتحقيق نتائج ملموسى جاء ذلك بعد لقاء وفد الحكومة السورية برئاسة بشار الجعفري الأخير قال أن المحادثات ما زالت في إطار التحضيرات الأولية وضاف أن الطرف الآخر غير جدي وأن هناك تصريحات غير مسؤولة من السعودين ترجمة نانسي قنقر معنا من جينيف مراسل الميدين موسى عاصي موسى كان هذا اليوم غير واضح على الأقل يوم أمس لم يكن هناك أي أجندة اليوم واضح أن هناك مجموعة من اللقاءات رتبت أو ترتب للقاء ديمستورا المبعوثة أو الوسيط الدولي مع عدد من الوفود نريد أن نعرف أن كانت تمت مثل هذه اللقاءات ماذا نتج أيضا موسى عن مثل هذه اللقاءات وأيضا الحديث عن القائمة التي قدمها ديمستورا لوفد الحكومة السورية والتي قيل بأنها ناقصة لم يكن كل أعضاء الوفد فيها نريد تفاصيل أكثر حول هذه المسائل موسى إذا سمحت نعم نعم كما نحن أو المتوقع أن نعلم إلى أين ستسير الأمور بعد حوالي ساعتين من الآن فريق الرياض قرر عقد مؤتمر صحفي متوقع ومقرر قرابة الساعة الرابعة بطوقيت جنيب أي الخامسة بطوقيت القدس في مقر الأمم المتحدة هنا وهذا يعني إذا أردنا أن نحلل لماذا داخل مقر الأمم المتحدة هذا يعني أو يستوحى منه أن هذا الفريق قد يأخذ منحا إيجابيا في في بلوج المفاوضات في البدء بالانخراط في هذه المحادثات إذن هذا المؤتمر صحفي من المقرر أن يخرج عنه موقف واضح لجهة القرار النهائي بالمشاركة في المحادثات ولكن المسألة بحسب مقال بشار الجعفري رئيس الوفد السوري لوكالة رويترز قبل قليل أن المسألة التحضيرية أو المرحلة التحضيرية لهذه المحادثات قد تطول هذا يستنتج منه أن حتى الآن فريق الرياض لم يوضح ما هي اللائحة حجم اللائحة الأسماء الموجودة على اللائحة التي من الواجب تقديمها إلى الأمم المتحدة وبالتالي إلى الوفد السوري الحكومي قبل ظهور اليوم كان هناك زيارة من قبل مساعد ديمستورة سيد عز الدين رمزي إلى مقر إقامة الوفد السوري الحكومي هناك سلم لائحة غير مكتملة فيها 12 شخصاً لكن المبعوث أو مساعد ديمستورة أبلغ الوفد السوري الحكومي أن هناك خمسة أشخاص أو خمسة أسماء ستضاف لاحقاً إلى هذه اللائحة وحتى الآن لم يسلم وفد الرياض الأسماء الخمسة الإضافية لهذه اللائحة كان رد الجعفري واضحاً أننا ننتظر اللائحة كاملة لكي نعلم مع من نتفاوض ولكي نبدأ الحوار بشكل جدي حتى الآن أيضاً لا يوجد هناك لائحة بالأسماء التي ستشارك في الحوار من قبل فريق القوى العلمانية والديمقراطية أيضاً بالنسبة لهذا الفريق والموقف السوري الحكومي بالنسبة لكافة أطياف المعارضة نريد لوائح نريد لائحة بالأسماء الواضحة لكي ندخل بمرحلة المحادثات الجدية إذن نحن بانتظار موقف واضح وصريح بعد وصول رياض حجاب المنصق العام للهيئة العليا لفريق الرياض وعقد اجتماع مطول مع أركان هذا الفريق في جينيف ونتظر المؤتمر الصحفي تماماً إذن هناك العديد من الأشياء التي لم تحسم حتى هذه اللحظة كما أفهم منك موسى مسألة الوفد الرياض غير مكتمل بعد العلمانين ديمقراطيين أيضاً غير معروف كيف سيشاركون وهل سيشاركون أم لا وأيضاً بانتظار المؤتمر الصحفي لوفد الرياض لنعرف إذا كانوا سينخرطوا أو لا ينخرطوا والأمور لم تحسم حتى هذه اللحظة نعم في الواقع هذا هو الوضع بصراحة في جينيف لا يوجد أي شيء واضح نستند إليه لتحديد إلى أي ستسير هذه المحادثات هذه العملية من المحادثات ولكن طبعاً هناك تأكيدات من قبل المصادر الدبلوماسية التي طرع هذا المؤتمر أقصد الانتظار المسيين الأمريكيين والروس في جينيف يؤكدون أن هذه المشاورات ستستمر ستنطلق ولكن هناك الصعوبة الكبيرة وهنا أيضاً الأمم المتحدة تتشارك مع الوسيطين الدوليين موسكو وواشنطن تتشارك نفس الموقف ونفس الرؤية أن الصعوبة الكبيرة هي في يعني جمع الأطراف أو انطلاق العملية الحوارية بشكل واضح ومباشر من دون أن يكون هناك معوقات عندما تنطلق هذه العملية فإن المسائل ستصبح أسهل وستسير بشكل طبيعي ولكن الآن حتى الآن يعني كما قال الجعفري نحن لن نزال في المرحلة التحضيرية وأن هذه المرحلة التحضيرية ستستمر طالما لا يوجد هناك فريق معارض واضح المعالم لا يحب بأسماء المفاوذين من قبل هذا الفريق بشكل صريح حتى الآن هذه المسألة غير محسومة إلى أن تحسب هذه المسألة سنبقى في الضبابية سنبقى في هذه الأجواء غير المعروفة للمعالم شكرا جزيلا لك موسى عاصي مراسل الميادين كنت معنا مباشرة من جنيف ممثل جيش الإسلام في المحادثات السورية السورية محمد علوش أعرب عن عدم تفاؤله بشأنها ما دام أنه ليس من تغيير في الأوضاع على الأرض وضف أن قرار الاستمرار في المحادثات أو الانسحاب منها يعود إلى تقييم اللجنة العليا للمفاوضات الواقع على الأرض لم ينفذ منه شيئا لذلك ما دامت الأمور هكذا فمن جهتنا لا يوجد تفاول من جهت النظام لا يوجد نية حسنة أبدا للوصول إلى حال وفي حديث للميادين رأى عضو الوفد السوري لمحادثات جينيف أحمد الكزبري أن مصلحة أن لا مصلحة للسعودية في الحل السياسي واتهمها بالسعي لأحباط المفاوضات تمهيدا لأحباط القرار الدولي 2254 نحن لا نقبل بأي شروط مسبقة للحوار ولا يملأ علينا أي شرط وأساس الدعوة التي وجهت للحكومة الجمهورية العربية السورية تتضمن إجراء الحوار دون أي شروط مسبقة فإذا اليوم أي طرف يحاول يوضع أي شروط مسبقة فهو مثل اللي يحاول يضع العصي بالعجلات نحن لا نقبل بأي شروط مسبقة والشرط الأساسي للحضور والحوار هو من دون أي شروط مسبقة في لبنان أفاد مراسلنا بأن الجيش اللبناني قبض على أكثر من عشرين مسلحاً خلال مداهمات له في منطقة وادي الأرانب في عرسال شرق البلاد الجيش ضبط في حوزة المسلحين متفجرات وحزمة ناسفة وأوقع ستة قتلى في صفوفهم عرف منهم القيادي في تنظيم داعش أنس خالد زعرور كما أصيب عدد من الإرهابيين بجروح بينهم وليد أمهون وأبو بكر الرقاوي الذي تبكن من الفرار وكان لاصر من المقاومة اللبنانية قد استهدف بصاروخ موجه ألية تابعة لجبهة النصرى في منطقة الرهوة في ظهر الهوة في جرود عرسال ما أدى إلى تدميرها ومقتل وجرح من فيها مصدر أمني قال لرويترز أربعة على الأقل من جبهة النصرى قتلوا في هجوم صاروخي على سيارتهم نفذه حزب الله دعا رئيس أقليم كردستان العراق مسعود البرزاني إلى إجراء استفتاء غير ملزم على استقلال الأقليم البرزاني قال أن الوقت قد حان لاتخاذ الشعب الكردي قراره من خلال إجراء استفتاء على مصيره مؤكدا أن الاستفتاء لا يعني على نقيام الدولة لكنه يضمن معرفة إرادة الشعب الكردي بشأن مسألة الاستقلال مشيرا إلى أن القيادة السياسية يجب أن تنفذ إرادة الشعب في ظروف محددة ينضم إلينا حول هذه التصريحات من بغداد رئيسه المجموعة العراقية للدراسات الاستراتيجية الدكتور واثق سالم الهاشمي دكتور الهاشمي اسمح لي استوضح منك قراءتك للجملة الأخيرة التي قالها البرزاني الذي أوردناها طبعا في الخبر الذي يقول فيه يجب أن ننفذ إرادة الشعب في ظروف محددة في ظروف محددة يعني هل تعتقد بأنه هناك وقت بات يضيق لإجراء مثل هذا الاستفتاء وهل تعتقد بأنه رئيس الأقليم يعتبر بأنه الظروف مواتية لالتخاط لحظة تاريخية وإجراء هذا الاستفتاء السيد مسعود برزاني زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني الآن هو ليس رئيسا للإقليم لأنه ولاية قد انتهت وهو رئيس غير شرعي خاصة بعد انقلبة عن الديمقراطية وطرد رئيس البرلمان وطرد الوزراء المعارضين هذه الورقة التي تكلم عنها السيد مسعود برزاني ورقة ضاغطة دائما ما يستخدمها عندما تكون هناك أزمات هو يحاول أن يضغط على خصوم السياسين في داخل الاتحاد الوطني الكردستاني كتة التغيير لحزاب الإسلامية من أجل أن يكون هناك دولة كردية وتكون برئاسته الأمر سينتهي بهذا الموضوع حال أنه يتفقون مع تمديد إلى فترة حكمه ما يحدث هناك معارضة حتى شعبية في موضوع الإقليم الدولة الكردية وهناك معارضة إيرانية وتركية وهناك أيضا معارضة أمريكية فضلا عن وصول وفد من الاتحاد الأوروبي أبلغ عدم قبولهم بإعلان الدولة الكردية في الوقت الحاضر على الأقل يعني تعتبر سيد الهاشمي بأن هذه النية أو هذه التصريحات هي مناورة تكتيك سياسي داخلي داخل الأقليم لإعادة التوافق على السيد البرازاني كرئيس جديد الأقليم أو تمديد فترة ولايته نعم بالتأكيد أوراق ضاغطة دائما ما يستخدم السيد مسعود وعودوا إلى تصريحات منذ سنوات مع كل ما نهاية حكمه يحاول أن يضغط على الآخرين بإعلان الدولة الكردية وهذا الأمر يعرف جيد السيد مسعود برازاني لا توجد رغبات دولية ولا أقليمية ولا حتى محلية بهذا الأمر طيب هو لا يتحدث عن إقامة دولة الآن هو يتحدث عن استفتاء لمعرفة رأي الكرد في كردستان العراق بهذه المسألة سيدي هو تكلم عن الدولة لأكثر من مرة على مدى سنوات وفي هذا الشهر تحديدا تكلم بحدود مرة عن الدول لكن عندما لن يجد قبول تكلم عن استفتاء وقال هذا الاستفتاء قد يكون غير ملزم أنا أعتقد هناك ردود أفعال وأخر ما عقد من لقاء قناة الميادين مع رئيس الجمهورية الدكتور فؤاد معصوم نفأ موضوعة الدولة الكردية وربما هذا الأمر ولد امتعاض لسيد مشعود برازاني طيب دكتور الجماعة الإسلامية وكتلة التغيير التي اعترضتها بشكل كبير على مثل هذا الإجراء أو مثل هذه التصريحات يعني هناك اليوم من يقول بأن هذه الكتل غير وازنة لمنع السيد برازاني من اتخاذ مثل هذا الإجراء حضرتك لم تذكر الاتحاد الوطني وهو لاعب كبير يرفض موضوعة الدولة الكردية جملة وتفصيلا كل الأحزاب الكردية ترفض الأمر وترفض موضوع الاستفتاء باستثناء حزب السيد مسعود البرازاني الدموقراطي الكردستاني وبضغوطات يمارسه وشخصين حتى على المستوى الشعبي لو كان هناك استفتاح حقيقي لن تكون هناك موافقات لاعتبارات عديدة شكرا جزيلا لك دكتور واثق سالم من هاشمي رئيس المجموعة العراقية للدراسات الاستراتيجية كنت معنا مباشرة من بغداد جددا حياكم الله رأى الرئيس الإيراني حسن روحاني أن الاتفاق النووي أوجد مناخا ممتازا لتسوية مختلف القضايا والأزمات الاقليمية على قاعدة رابح رابح خلال استقباله وزير الخارجية الألماني فرانك فالتر شاماير قال روحاني أن إيران وألمانيا بإمكانهما تنسيق جهودهما لتسوية العديد من أزمات المنطقة ولا سيما في مجال مكافحة الأرهاب وأرساء الأمن والسلام الأقليميين الرئيس الإيراني على ضرورة تجفيف مصادر الإرهاب المالية والتسلحية لذلك بعد نحو ثلاثة أسابيع من إلغاء تصويت مماثل أقر مجلس النواب الأمريكي بأغلبية ضئيلة مشروع قانون يقيد قدرة الرئيس باراك أوباما على رفع العقوبات عن تهران بموجب الاتفاق النووي قانون شفافية تمويل إيران للإرهاب صوت الجمهوريون بالموافقة عليه بينما عارضه الديمقراطيون بأغلبية ساحقة ومن غير المتوقع أن يصبح التشريع قانونا لأن الرئيس الأمريكي وعد باستخدام حق النقد الرئاسي نضم إلينا من طهران حول هذا الموضوع المحلل السياسي ورئيس تحرير موقع إيران دوبلوماتيك السيد عماد أب شناس أستاذ عماد أبدأ معك من المتوقع من إيران أحيال مثل هذه التصرفات الأمريكية داخل الكونغرس أحيانا من خارجه أيضا من الإدارة يعني هذه ليست أول مرة يتم الحديث فيها عن موضوع العقوبات يوم توقيع يوم توقيع أو قبل يوم من توقيع نهاية رفع العقوبات عن إيران في فيينا كانت الولايات المتحدة الأمريكية تتحدث عن عقوبات جديدة على الصواريخ أو ترسانة الصواريخ البارستية وبعيدة المدى الإيرانية إيران بتقديرك كيف تتلقى مثل هذه الإشارات الأمريكية كالذي يتم مناقشته اليوم أيضا في الكونغرس تحياتي لكم والمشاهدين الكرام بالنسبة لإيران إيران لا تعاول كثيرا على هذه المواضيع إنها تعتبر سرعات داخلية في الولايات المتحدة هدفها إضعاف موقع رئيس جمهورية ولا أتصور أن الرئيس أوباما أو حتى أي رئيس جمهورية إن كان حتى رئيسا جمهوريا سيقبل بإضعاف موقعه كرئيس جمهورية إن كان حاليا أو مستقبلا إن هذا التصرف من المجلس النواب الأمريكي يعتبر بدعة في الولايات المتحدة لا يحمد عقباها لهذا فحتى لو لم يكن الموضوع إيران لا أتصور أن الرئيس الأمريكي سيقبل بهذا الموضوع وسيستخدم حق الفيتو بالنسبة لإيران من جهة أخرى إيران اليوم خرجت من موضوع العقوبات في الفترة السابقة كان هناك إجماعا دوليا اجتمع ضد إيران وقام بالعقوبات على إيران ولكن اليوم هذا الإجماع لم يعد موجودا يعني الولايات المتحدة إذا ما حتى أقرت أي نوع من العقوبات فهي تكون معاقبة نفسها ولا تعاقب إيران عمليا إن الشركات الأمريكية تكون خارجة عن إطار السفقات الموجودة حاليا والتي تتصار عليها جميع الشركات العالمية لتدخل الأسواق الإيرانية يعني عملية أنهم يخرجون شركاتهم من هذا تريد أن تقول أن أمريكا أمريكا وحيدة في هذا الشأن وأن إيران لديها علاقات مع أوروبا ودول عديدة وأنه حصار رفع أمميا لكن مثل هذه التصرفات يعني واضح أن هناك داخل الولايات المتحدة الأمريكية من يريد أن لا تستفيد إيران من موضوع رفع العقوبات خاصة العقوبات الأمريكية وأن هناك محاولات مستمرة الآن قلت بأن الرئيس الأمريكي قد سيستخدم فيتو صحيح لكن ماذا عن الإدارة المقبلة عام واحد أقل من عام يفصلنا عن سباق الرئاسة الأمريكية وبالتالي ما هو المتوقع هل هناك هواجس إيرانية من تغيير الإدارة الأمريكية الحالية من أن يؤثر ذلك على موضوع العقوبات وموضوع العلاقات وحتى على اتفاق النووي بشكل عام الواقع أن التصرفات الدول المبنية على دولة كالولايات المتحدة لديها نظام لبرامجها الدولية وعلاقاتها الدولية ولا تتغير هذه البرامج بتغيير رئيس الجمهورية كما يتصوره عدد كبير من الأشخاص هذا غير عملي إذا ما تعحدت الولايات المتحدة بقرار يكون هذا التعحد للدولة الأمريكية وهناك مجامع خلف رئيس الجمهورية هذه المجامع هي موجودة وحتى بعد تغيير رئيس الجمهورية تبقى هذه المجامع موجودة أن الولايات المتحدة هي دولة وليس شخص يقرر ما يريده بالنسبة للشؤون الدولية خاصة الرئيس الأمريكي ممكن أن يؤثر حتى لو تغير الرئيس الأمريكي لا أتصور أن هذه المواضيع الاتفاقيات مع إيران ممكن أن تتغير بسهولة ولن يسمح أي رئيس حتى لو كان جمهوري بهكذا قرار أن هذا القرار الذي يريد الكونجرس اتخاذه أو المجلس النواب عفوا هو يحد من صلاحيات رئيس الجمهورية وليس الموضوع في الأساس هو ضد إيران في الأساس هو تحديد موقع رئيس الجمهورية في الولايات المتحدة ولا أتصور حتى رئيس الجمهورية إذا كان جمهوري يقبل به أشكرك جزيزيز شكرا أستاذ عماد أب شناس محلل السياسي ورئيس تحرير الموقع إيران دبلوماتيك كنت معي مباشرة من تهران أصدر وزير الدفاع الياباني أوامر إلى وحدة الدفاع المضادة للصواريخ الباليستية لتدمير أي صاروخ كوري شمالي يهدد اليابان وذلك عاقب إعلان بيونج يانج أنها ستطلق صاروخا يحمل قمرا صناعيا الشهر الحالي مجددا تستنفر كوريا الشمالية جيرانها والمجتمع الدولي بيونج يانج أبلغت ثلاثة وكالات تابعة للأمم المتحدة عزمها إطلاق صاروخ يحمل قمرا صناعيا بين الثامن من شهر شباط فبراير الحالي والخامس والعشرين منه هذا الإعلان يأتي بعد شائعات عن استعداد بيونج يانج لإجراء اختبار لصاروخ باليستي في إطار سعيها للتزود بصواريخ نووية كوريا الجنوبية واليابان والولايات المتحدة سارعت إلى تحذير كوريا الشمالية من القيام بهذه الخطوة رئيس الوزراء الياباني شينزو أبي وصف الخطوة بالانتهاك الواضح لقرارات مجلس الأمن الدولي والاستفزاز الخطر مطالبا جارته بوقف إطلاق الصاروخ فيما أصدر وزير الدفاع الياباني أمرا إلى القوات المسلحة بالاستعداد لإسقاط أي صاروخ كوريا شمالي قد يهدد بلاده وفقا لما أكد وزير شؤون مجلس الوزراء الياباني سنكون على استعداد تام لاتخاذ جميع التدابير اللازمة في حال إطلاق كوريا الشمالية صواريخ باليستية نحن نبذل جهودا حديثة لضمان حياة شعبنا وبلدنا ومن تلك التدابير نشر منظومة الدفاع الصاروخية أرض جو من طراز باك ثلاثة في ثلاث قواعد في العاصمة توكيو كإجراء احترازي كوريا الجنوبية حذرت بدورها جارتها الشمالية من دفع ثمن باهض في حال أطلقت الأخيرة صاروخا فاليستيا بعيد المدى على حد تعبير النائب الأول لرئيس مكتب الأمن الرئاسي في كوريا الجنوبية نحن نحذر كوريا الشمالية بشدة من أنه في حال استمرارها في تنفيذ خطتها لإطلاق صاروخ بعيد المدى فإن ذلك سوف يمثل تهديدا كبيرا للسلام والأمن في المنطقة والعالم وكذلك في شبه الجزيرة الكورية إن خطوة بيونج يانج الأخيرة جاءت في الوقت الذي يدرس فيه المجتمع الدولي فرد مزيد من العقوبات ضدها بسبب أنشطتها النووية العسكرية أما واشنطن التي رأت أن سلوك بيونج يانج يساهم في زعزعة الاستقرار فهددت بفرض عقوبات قاسية إضافية على كوريا الشمالية في حال حصول التجربة بحسب مساعد وزير الخارجية لشؤون آسيا فدى مراسل الميادين في العاصمة اليمنية صنعاء بأن التحالف السعودي شن أكثر من مئتي غارة على مناطق متفرقة من مديرية نهم وفي الطريق الممتدة بين صنعاء ومأرب فيما تتواصل الاشتباكات على جباهات مختلفة في مأرب وتعز والجوف تقرير زهراء ديراني يمر الشهر العاشر من عمر الحرب على اليمن لا أفق للتسوية تلوح في سمائه ولا حديث عن هدنة تصعف المدنيين على التقاط أنفاسهم وبعض من ذكريات دفنتها الغارات السعودية تحت هذا الدمار أكثر من مئتي غارات استهدفت مناطق متفرقة بمدرية نهم والطريق الممتدة بين صنعاء ومأرب كذلك استهدفت معسكرا وجبل الصمع في مدرية أرحب شمال صنعاء غرب تعز نال نصيبه أيضا من الغارات سلسلة منها استهدفت منطقة العمر في المدرية الساحلية إذ رميت وما رميت ولكن الله رمى الله أكبر على أرض تعز يشتد القتال حيث استهدفت القوة الصاروخية للجيش واللجان تجمعا لآليات التحالف وقوات هدي بمدرية ذبهب فيما شهد حي الدعوة شمال المدينة ومنطقة البعرارة والحصب غربا ومدرية المصرخ جنوبا مواجهات عنيفة بين الطرفين وإلى مأرب حيث أعلنت وزارة الدفاع اليمنية عن مقتل وجرح عدد من قوات هدي وتدمير آليات عسكرية خلال صد الجيش واللجان محاولة تقدمهم باتجاه واد الربيع قرب صرواح غرب المدينة أما في الجوف فاشتدت المواجهات بين الطرفين في منطقتين صبرين والمرزيق شمالها وفي منطقة عنق الجدعان شرقها تكوينار الحرب الحدود اليمنية السعودية في عسير سيطر الجيش واللجان على موقع خرمة كما قصف موقع الدخان في جيزان والآن إلى فقرة الاقتصاد مع زميلي عبدالله ظهر أهلا بكم أحكام مخففة أصدرتها محكمة جنيات الجزائر بحق مدير تنفيذي سابق في شركة سوناتراك النفطية إضافة إلى نجليه و12 متهما آخرين وشركات أجنبية بتهم الفساد والرشوة وتفاوتت الأحكام بين البراءة لسبعة متهمين وأحكام بالسجن غير النافذ والسجن من خمس سنوات إلى ست فيما كانت النيابة العامة قد طالبت في جلسة الأسبوع الماضي بأحكام بالسجن من سنة إلى 15 عامة وصل قلق من قواعد الاستراد الجديدة المشددة في مصر قاطع موردو القمح بشكل جمعي مناقصة طرحتها الحكومة لشراء القمح ما يدفع مصر نحو أزمة قد تهدد احتياطياتها الاستراتيجية من الحبوب وتعتبر امدادات القمح الضرورية لتوفير الخبز المدعم لعشرات الملايين خطا أحمر في البلاد أكبر بلد مستهلك للقمح في العالم وأكدت الهيئة العامة للسلعة التموينية المصرية عدم تلقيها أي عروض في مناقصتها الجديدة وهي تبحث عن استيراد ثلاثة ملايين طن من القمح وقعت الحكومة المصرية ثلاثة مذكرات تفاهم بين الجانبين المصري والروسي وذلك في مجالات المصارف والطائرات المدنية ومذكرة خاصة بالمنطقة الصناعية الروسية في قناة السويس المذكرة شملت إنشاء المنطقة الصناعية الروسية في مصر التي سيتم على أساسها التوقيع على الاتفاق النهائي بشأن المنطقة الصناعية ومن المفترض أن تضم المنطقة مشاريعا في مجال تجميع السيارات والمعدات الزراعية ومواد البناء ومعدات الطرق وصناعات الأدوية أعلن وزير الخارجية الروسي سرغيل أفراوف أنه إذا تم التوافق بين أعضاء منظمة البلدان المصدرة البترولي أوبك والمنتجين من خارجها على عقد اجتماع فأن روسيا ترحب بذلك وسنجتمع حينها من جانبه قال وزير الخارجية العمني يوسف بن علوي في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الروسي أنه لا اتفاق حتى الآن على توقيت عقد أي اجتماع لكنه سيتم قريبا وصلت أسعار النفط الهبوط لثالث جلسة في التعملات الأسوية بعدما أظهر تقرير من معهد البترول الأمريكي أن مغزونات الخام في الولايات المتحدة سجلت قفزة الأسبوع الماضي لتصل إلى أكثر من نصف مليار برميل وتراجعت عقود خام القياس العالمي مزيج برينت إلى أقرب استحقاق 11 سنة إلى 32 دولارا و61 سنة للبرميل الواحد بعدما أنهت الجلسة السابقة على خسائر بلغت دولارا و52 سنة دعا على أكبر ولاية مستشار المرشد الأعلى لجمهورية الإسلامية في إيران بلاده إلى توطيد علاقاتها الاقتصادية والنفطية مع روسيا العراق وفنزولا ولسيا ما في مجال الطاقة وقال ولايتي أثناء زياراته موسكو إنه ينبغي لإيران وروسيا عدم الشعور بالمنافسة بل عليهما أن يتعاون مع بعضهما البعض وأن تكون هناك مشاورات أيضا وتنصيق بين إيران روسيا وفنزولا والعراق نكتفي بهذه الأخبار الاقتصادية في الظاهرة نشكر لكم حسن المتابعة نلتقي مجددا عند الخامسة ونصف إلى خمس دقائق مع المزيد من أخبار الاقتصاد عود عليك كمال عبد الله شكرا جزيلا لك تداعيات جديدة في انتشار فيروس زيكا حول العالم مستنفار صحي عالمي بعد ظهور ألاف الحالات من ولادات الأطفال بأدمغة غير مكتملة النمو تقرير إبا محمود تحت مجهر العالمي واهتمام العالم يتصدر فيروس زيكا حاليا حالات جديدة في الإصابة والعدوى يوميا وأعراض متكررة ما قد يبدأ بحمة بسيطة قد ينكشف كفيروس خطر بعد يومين إلى سبعة أيام تعلن منظمة الصحة العالمية حالة الطوارئ الصحية على المستوى الدولي ويستمر الفيروس في المقابل بالانتشار في أكثر من ثلاثين بلدا لم تعود البعودة الزاعجة المصرية مصدر القلق فقط فالشكوك الآن انتقلت إلى العدوى بالاتصال الجنسي أيضا إذ تم الإبلاغ عن أول حالة معروفة لانتقال فيروس زيكا في الولايات المتحدة في ولاية تكساس من قبل مسؤولي الصحة المحليين وكذلك مخاوف إضافية من انتقاله عبر الدم قلق أوروبي أيضا فالفيروس ينتشر إلى مناطق واسعة والخبراء يحثون في أوروبا على توخي الحذري ضد تفشيه الضغط الكبير هو حول قدرة الفيروس على الانتشار في أنحاء ومناطق واسعة هذا مصدر قلق وخوف حقيقيين لانتشار المرض في الأراضي الأوروبية لدينا ميزة أننا في فصل الشتاء وبالتالي انتقال الفيروس غير وارد في هذا التوقيت الفيروس مرتبط بالعيوب الخلقية الشديدة في الألاف من الأطفال في البرازيل إذ يرجح وجود حوالى أربعة آلاف حالة مشتبه بها وينتشر بسرعة في الأمريكيتين ويعرب مسؤول منظمة الصحة العالمية عن قلقهم من أنه قد يضرب أفريقيا وآسيا أيضا مضاعفات هذا المرض قد يكون لها أثار مدمرة للأسر التي لديها طفل مع صغر في الرأس وهناك احتمالات هائلة بزيادة لعشرات الأضعاف في الأعداد والانتشار ليس فقط في جميع أنحاء أمريكا اللاتينية لكن في أفريقيا وفي آسيا التي لديها أعلى معدلات من الموليد في العالم وبينما تحمل الأمهات الأطفال في أذرعهم تحذر منظمة الصحة العالمية من أن الفيروس قد يحمله أربعة ملايين شخص في أجسادهم في الأمريكيتين فقط والآن إلى فقرة الرياضة مع زميلي محمد جرادي تفضل محمد شكرا كمال أسلام عليكم نكهة خاصة لهدفي جيمي فاردي في مرمى ليفربول تدخله في سجلات تاريخ لستر سيتي ابن الثمانية والعشرين عاما بتأول لاعب لليستر يسجل هذا العدد من الأهداف في موسم واحد منذ إنجاز ألان سميث عام 85 هدف فاردي رفع رصيدة ثالب إلى خمسين نقطة في السدارة بفارق ثلاث نقاط أمام مانشستر سيتي وعزز صدارته لترتيب الهدفين بثمانية عشر هدفا تألق فاردي منحه عقدا جديدا مع فريقه بالتمديد عاما إضافيا حتى الفين وتسعة عشر فجر أجوانجزو أفرغراندي صيني قنبلة انتقالات الموسم الشتوي المهاجم الكولومبي جاكسون مارتيناز يغادر أتلاتيكو مادريد بعد سبعة أشهر فقط قضاها معه مقابل 42 مليون يورو الرقم الصيني الخيالي كسر قيمة البرازيلي راميراش المنتقل من تشيلسي إلى جانسو سانينغ مقابل 30 مليون قد تكون انتخابات الاتحاد الإسباني في المرتبة الثانية من حيث الأهمية بعد الاتحاد الدولي والقاسم المشترك انهاء مسيرة رؤساء هيمنوا على العمل الاتحادي لعشرات الأعوام للمرة الأولى منذ عام 1990 يشهد الاتحاد الإسباني لكرة القدم معركة تنافسية في الانتخابات منذ 28 عاما وصل أنخ الماريا بيار إلى سدة الرئاسة ومذ ذلك الحين فرض هيمنته المطلقة ليسير على درب صديقه وحليفه الصادق جوزاف بلاتر رئيس الاتحاد الدولي الموقوف عاصفة التغيير في الفيفا مثلت فسحة أمل لشخصيات إسبانية تحلم بالوصول إلى رئاسة الاتحاد المحلي وانهاء مرحلة اتسمت بالسيطرة المطلقة والفساد بحسب تعبير المرشح خورخي بيريس الأمين العام للاتحاد الإسباني على خلاف حد مع الرئيس بيار والعلاقة باتت أشبه بالتلاق النهائي بين الرجلين بعد مونديال البرازيل باريس رفض إقالة مديرة المنتخب ماريا خوسيك لاراماوت بعد العودة من البرازيل فقدم استقالته لكنها قُبلت بالرفض الدعم في الحملة الانتخابية أتى من وزير الدولة للشؤون الرياضية ميجال كاردينال صاحب العلاقة المتوترة مع بيار وقد وصلت في بعض الأحيان إلى المنابر الإعلامية ما كان يدفع بالرئيس ماريان وراخوي إلى تهديئة الأوضاع في ظل هذه الأجواء المحتدمة قدم كاردينال درعا خاصة لبراز تكريما لجهوده الكروية على مدى أعوام طويلة ما زاد من توتر العلاقة بين الرئيس وأمينه العام صاحب المسيرة الطويلة في العمل الاتحادي سيضع خبرة 26 عاما في برنامجه الانتخابي بعدما استهل مشواره كمسؤول إعلامي عام 90 الشق الاقتصادي هو الهاجس الأول عند بيراس بعدما هرب المعلنون من الاتحاد بسبب السياسة المعتمدة إذن خرخي بيراس هو ثالث مرشح على رأس اتحاد يضم في خزائنه إنجازات عالمية إلى جانب الرئيس الحالي بيار ومدير المركز الوطني لتأهيل المدربين ميجالان خلنجالان كان هذا ما لدينا من أخبار الرياضية نشكر لكم حسن المتابعة وعود إليك كما المجددا محمد شكرا جزيلا لك الظاهرة انتهت في ختامها تذكير بالعناوين سشهد ثلاثة فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال في القدس الشرقية بعد تنفيذهم عملية طاعا ضد غضا من الإسرائيليين الجيش السوري وحلفائه يواصلون التقدم على محورين عرس تتخان ورتيان في ريف حلب الشمالي وباتجاه بلدة عتمان شمال درعة لافروف يؤكد السمراء للعملية العسكرية في سوريا حتى القضاء على داعش والنصرة ويربط وقف النار بوقف تهريب الأسلحات من تركيا رئيس أقليم كردستان العراق يدعو إلى إجراء استفتاء غير ملزم على استقلال الأقليم مجلس النواب الأمريكي يقر بغالبية ضئيلة مشروع قانون يقيد قدرة أوباما على رفع العقوبات عن تهران بموجب الاتفاق النووي لمزيد من الأخبار والتقارير يمكنكم زيارة موقعنا في الانترنت الميادين دوت نت وباللغتين العربية والإسبانية إلى اللقاء